موجز الأخبار من ياما الشباب أهلا بكم قالت وسائل أعلام الحوثية إن خمس غارات أمريكية بريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي وتشن واشنطن و لندن منذ مطلع العام الجاري غارات على مواقع تابعة للحوثيين على خلفية استهداف الجماعة سفن شحن إسرائيلية وأخرى مرتبطة بها في البحر الأحمر أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتكاب الاحتلال ثلاث مجازر في القطاع راح ضحيتها ثمانية وعشرون شهيدا وواحد وخمسون مصابا في الأربع والعشرين ساعة الماضية وبحسب وزارة الصحة فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أربعة وثلاثين ألفا وخمسمائة وستة وتسعين شهيدا وسبعة وسبعين ألفا وثمانمائة وستة عشر مصابا منذ السابع من أكتوبر ناقلت وكالة الأناظول عن مصادر مصرية قولها إن هناك تقدما إيجابيا في المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل وأشارت الوكالة إلى أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن إسرائيل قتلت مائة وواحدا وأربعين صحفيا وأصابت أكثر من سبعين آخرين واعتقلت العشرات خلال الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023 على القطاع المحاصر جاء ذلك في بيان أصدره المكتب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وقال إن الصحفيين في القطاع برعوا في إصال رسالتهم الإعلامية بصورة مذهلة وقدموا مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين وهزموا رواية الاحتلال الكاذبة أفادت مصادر محلية بانقطاع الطريق الدولي الرابطي بين مديريتين حصوين والغيظة نتيجة الأمطار الشديدة التي تسببت في تدحرج صخور كبيرة وقالت المصادر إن الصخور سدت مداخل الأنفاق مما أدى إلى توقف حركة مرور المركبات نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة